صح ربنا يتقبل منك شكرا يا فنو جزاكم الله خيرا شكرا يا فنو حاضر شكرا يا فنو أنا كنت عايز تكلم في الموضوع ده يا جماعة دلوقتي ألا وهو ضوابط فترة الخطوبة بس الأول لازم كل واحد قبل ما يسمعني يبقى عارف كويس قوي إن الكلام ده للناس المستسلمين لربنا سبحانه وتعالى المتوكلين على ربنا سبحانه وتعالى اللي عارفين إن هم لما يمشوا وراء كلام ربنا هيوصلوا للسعادة في الدنيا والآخرة اعتبر نفسك دلوقتي بين إيدين دكتور والدكتور ده إنت بتروح تكشف عنده وإنت بسلم نفسك لو الدكتور قال لك بكرة وإنت شايف عن نفسك عندك صدع شوية ولا بطنك وجعك شوية قال لك بكرة هديك مخدر هنيمك وإنت مش حاسس هفتح لك بطنك وطلع لك منها حاجة إنت مستسلم كده للدكتور لثقتك في الدكتور ده ولإن إحنا عندنا مبادئ إن الدكاترة هم المتخصصين في كده ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير حطلنا ضوابط الخطوبة عايزين نمشي على الضوابط دي بحيث إن إحنا لما نبحث عن السعادة ونفسنا نكون عايشين في الدنيا مستورين وفي بركة نلجأ لرب العالمين الذي بيده ملكوته السماوات والأرض الخير كله من عند ربنا بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فالفترة دي يا جماعة فترة حب لكنه مش حب مفتوح فترة حب متغلف بعقل عشان التعارف أشوف الميزات ده ينفع يبقى جوزي بقية حياتي ولا قوي ربي العيالي ويحافظ علي ودي ينفع تبقى مراتي تحافظ علي وتشجعني لأنها أستمر في حياتي وأن أنا أعرف أشتغل وأن أنا أعرف أعبد ربنا سبحانه وتعالى فلازم يكون للعقل والقلب انضباط في الحكم على الشخص هل العيوب اللي فيه هينفع أن أنا أتواءم معاها وأن أنا أعيش معاها أو ينفع أصلحها ولا العيوب دي مصطدمة بشخصيتي وخليني مش هعرف أستمر مع الشخص ده وكل إنسان عارف نفسه وعارف أعز الناس اللي ممكن يكمل مع حياته شكله عامل إزاي لذلك لو الحب اللي مرتبط بكسر الحواجز الشرعية والتقارب الزائد زاد فسيطر على العقل هيحصل عدم تقييم سليم لنصك التاني فيبقى قيمت غلط فدي تتجوز كل واحد فينا يظهر حياته وبعدين العشرة بتعمل حب أكتر آبس بتكسر بعض الحاجات اللي كانت قبل كده جديدة أنت عارف هي البنت الوحيدة اللي في حياتي فحتى عيوبها اللي ممكن تكون كبيرة قوي أنا مش شايفة بسبب أنها بضغر على الحب بضغر على مسك الإيديين بضغر على الخروجة بتركها معاه في العربية فمش عايزة شوف العيوب دي وهي عندها مشكلة لبنت كبيرة قوي أنا خايفة منه خايفة أن هي ما تندمكش مع الولد الجريء ودي كلمة للبنات واضحة إحنا عندنا جرأة الشباب عندنا جرأة وبنخش في المواضيع بجرأة وهو عايز يمسك إيديها ويتنزل معاه ويركب معاه العربية ويلا بحبك في التليفون أنت لازم تعمليه كنترول على الموضوع ده بس هي خايفة خايفة أن هي لو قلت له لأ يسيبها وتبقى بنت كئيبة وبنت أكيد مش هتبقى رومانسية بعد الجواز لازم نتفق قبل الجواز قبل الخطوة أصدي إن إحنا هنخطب بعض علشان نستمتع ونحب ونخرج وكلام ده ولا نخطب بعض علشان نمشي في طريق نص دينا اللي هو الجواز تقربنا أكتر من رب العالمين والسعادة في الدنيا والآخرة إحنا بنخطب بعض علشان نستمتع بيومين تلاتة وبعدين يسيب بعضه يبقى اتفسغت خطوبتنا بعد ما حصل نوع من المخالفات الشرعية اللي اتنزعت بسببها البركة ولا بنخطب بعض علشان نبني بيت نستمر في الدنيا وفي الآخرة بينادي رب العالمين سبحانه وتعالى لازم يكون في محرم يا جماعة كلام واضح موقت تحت بعض لازم يكون في محرم من أهلك موجود قلنا مش هيبقى قاعد معكم على الترابيزة بس لازم يكون في محرم في البيت من أهلك أو لو خارجين مع بعض تخرجيش معا لوحدك أبدا خليكي غالية لازم يكون رجالة العيلة موجودين ولكن ولكن مش قاعدين معنا عشان ما يحصلش نوع من تضييق الخناق لكن مش عايزين برضو يحصل انزلاق ولا تضييق الخناق افتكروا الجملة دي ولا انزلاق وكسر الحدود ربنا اللي بيده السعادة وبيده ان احنا نستمر وما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله مش عايزين نسمع كلام ربنا انقطع وانفصل وربنا هو اللي بيده الرزق والسعادة سبحانه وتعالى جل في علاء التليفون على قولين لأهل العلم التليفون قول بيقول لا ما تتكلمش في التليفون دي لسه أجنبية عنك يعني لا تحل لك وقول تاني أسهل شوية بيقول اتكلمه من غير كلام حب ولا في التليفون ولا بينكم من بعض الكلام ده يا جماعة ما ينفعش إلا لمراتك بس والجوزك بس حتى لو قالك انا ليه بقولك بحبك وانت مش بتبدليني الشعور ده قول له عشان انا نفسي أقول الكلام ده بس ما ينفعش هقولولك بعد الجواز هو لازم يوصل له معنا الحب عن طريق العطاء وانا لو ما بحبكش مكنتش قبلتك وكملت معاك لكن لازم تبقى عارف ان انا ربي أغلى عندي من اي حد واغلى عندي من نفسي ومن شهوة نفسي لقب البنت اللي كانت مخطوبة اللي اتفسخ خطوبتها لقب مش حلو في مجتمعات كتيرة بسبب ان انا عارف لو مخطوبة يبقى كده اتماسك ايديها واتخرج معاها ورقبة العربية وقعدت في الكورسي اللي جنبه واكتر من كده كمان فعايزين نبقى الكلام واضح تليفونات هنتكلم بحدود وبعض العلماء قالوا يوليت يكون في حد من أهلها موجود في البيت مش هازي يكون سامع طبعا على السماعة ومش هنقول كلام غرام مش هنخرج مع بعض الوحدين طب ينفع نخرج انا وخطبتي وخطبته وخطبت مش عايز جروب كده مخطوبين مع بعض ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش كده لكننا نصحبين ما ينفعش خطبتك تخرج معاها وفي حد من أهلها موجود قاعد بعيد لكن شايفكم ايه وعي تركيب معا العربية طيب بس سواء التاكسي ولا خطيبي خطيبة نعرفه سواء التاكسي ما عرفوش بس خطيبك بينك وبينه وانت تعوضي ولا دي اول حاجة ثانيا خطيبك بينك وبينه فيه انجذاب انجذاب فاخد بالك من المسألة دي مهمة قوي وارجوكم الشباب ارجوكم فترة الخطوبة دي هي فترة تعارف فترة وده حب لكن حب مش معبر عنه بكلام العشق حب معبر عنه بالالتزام بابني بيتي بجهز بيتي بجتهت في شغلي بزورهم وبحبوهم وفيه عطاء ليها والاهلها وانا عندي طلب من الاهل الاب والام والاخ ارجوكم خليكوا كرمة مع بنتكم اخرجوا معاها ومعاه عايزين نوجد بدائل ما يبقاش الاب مشغول مش فضلهم والاخ مشغول مش فضلهم عايز اتعرف على خطيبي ومش عارفة بسبب ان ابويا واخويا مشغولين عني خلي فيه كرم وخلي فيه بدائل نخرج مع بعض ونسافر مع بعض مدام فيه محرم يقدر يبقى فيه ضوابط شرعية في المسألة دي ارجوكم يا جماعة ارجوكم عايزين نحافظ على ضوابط الخطوبة ارجوكم عايزين نحافظ على رضا ربنا عشان البركة تبقى موجودة ارجوكم عايزين نحب والحب ده يظهر في العين يظهر في العطاء يظهر في ان انا مواظب على ان انا بزورهم ومواظب على ان انا ماشي في خطوات الجواز لكن ما يظهرش في اللمسات ولا في الكلام عايزين ربنا يبارك عايزين يبقى الجواز أكتر من الطلاق وأكتر من الفسخ الخطوبات عايزين ربنا نرضى عننا فيجمعنا في الدنيا والآخرة يارب نكون وصلنا النهاردة معلومة يارب النهاردة نكون وصلنا كلام للأهل والشباب والبناء اللي بيتجوزوا عندنا لسه حلقة كمان